تقول أنا ما أتمض مض إذا كنت صائمة و ذلك لأنني أخاف أني أبلع شيء من الماء أختي أم حسن بارك الله فيك يقول النبي صلى الله عليه وآله سلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون من هم المتنطعون يا أختي أم حسن المتشددون الذين يبالغون في الأمور مثلا فإن شاء الله ما تكونين من هؤلاء أرجو الله تعالى أن لا تكونين من هؤلاء أسألك سؤال قبل ما أجاوبك يا أم حسن هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء وهو صائم هل ثبت ما ثبت هل ثبت عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومهات المؤمنين والصحابة تركوا المضمضة عفوا أنا أقصد المضمضة تركوا المضمضة والاستنشار أثناء الصوم أبدا لم يتركوا للمضمضة ولا الاستنشاق أثناء الصوم طيب هل نحن أحرص على الصيام من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة الكرام الجواب لا ما يمكن أبدا أننا نزايد على مثل هذا الأمر فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض وهو صائم بل ويستنشق الصحابة الكرام كان يتمضمضون ويستنشقون ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه كما في حديث لقيط بن صبرة قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم يعني لما تجي وأنت صائم لا تبالغ في الاستنشاق استنشق بشكل خفيف لا يدخل إلى الخياشين أما المضمضة فلله الحمد والمنى هذا مما هو مشروع في حال الصيام وفي حال غير الصيام ولذلك العلماء يقولون ومما يعفى عنه آثر المضمضة في لسان الصائم أو في حلق الصائم هذا يعفى عنه هذا مما عفى الله عز وجل عنه يعني هل تعتقدين بأن الله تعالى لما شرع الصيام غاب عنه بأن الصائم لا يتمضمض حتى لا يبقى شيء من الماء فيا أختي أم حسن بارك الله فيك أترك عنك الوسواس أترك عنك هذا التشدد هذا التشدد خطير ولذلك تمضمضي واستنشق لكن لا تبالغ في الاستنشاق الاستنشاق لا تبالغ في أما المضمضة نعم أنت صائم بعدين الله عز وجل عفى عما بقي من أثر الماء على اللسان لأن اللسان يبقى فيه شيء من رطوبة الماء هذا معفو عنه هذا معفو عنه فلذلك استغفر الله وتوبي إلى الله ولما كانت المسألة خلافية بين أهل العلم في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضو يعني الجمهور يقولون سنة وبعض الفقه يقولون واجب ولذلك أرجو الله تعالى أن يقبل وضوءك وصلاتك كون المسألة فيها خلاف لكن من هنا تنتبهين يعني لا تتركين المضمضة والاستنشاق أثناء الوضو ترجمة نانسي قنقر